السلام عليكم كديري اللبس عليكم امركم زيانة كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتما كتشوفوا هذا الفيديو مهم اليوم ستشارك معكم بزاف الحويجات ان شاء الله نتمنى ينالوا اعجابكم واللي اول مرة كتشوف قناتي اختي مرحبه و الف مرحبه ما تنسى اختي تشترك معي في قناة هكا بش دائما توصلي بالجديد وكيفما العادة الله يجعلها لكم في ميزان حزناتكم بسم الله نبدأ بالوصفة الاولى الملوي عندي هنا تقريبا يعني انا ما درت عيني ميزاني ولكن انتم مانعتكم بالعبارة يعني لا درتوا كيلو ديال فورس غيرو نس كيلو ديال القمح ديما الكمية ديال القمح كتكون نصف ديال كمية دقيق البيض يعني دقيق البيض ديما وليك يكون غالب طافي كننروا حلقة ديال الملحة ومحلقة ديال العسل وكننعجنوها بالماء الدافي العادي كننجمع العجينة لا ندركوها نهائيا وكنن نرفو حلقة العلبة وبيتها في تلاجة يعني هناك الليل فاش بديت انا عجنت المسمى عجنته بالليل ودرتوا في علبة كيف ماشته معي ودرتوا في تلاجة هناك صباح صفي فقط هكذا العجينة كترخاف وكتلاق لي راسها قطعتها قويرات على الحجم اللي انا بغيت في الملوي وحتيتها في هذا البلاتو هذا اللي بطبيع الحال من ذهن بززيت هناك نأخذ الزبدة زبدة العلبة هناك زبدة توريق وكننا اخذت هناك 1 زنفة سميدة الرقيقة والقمح الصفر انا في العادة كانت ترغير القمح هذا المرة خلطتهم بجوش يعني السميدة الرقيقة والقمح الصفر مع خمارة الحلوه هذا هو السر الملوي حيث ينجح الخمارة الحلوه مع الزبدة والزيت انا اضطلوها على شكل بوماد و تورقو بهم المسمين اما بالنسبة للطريقة توراق الكثير من الأخوات نشت المسمينة و نسطلوها على سطح العمل و نجمعها بهذه الشكل و نظن ان الفيديو شارح راسه كثير من المشطة أستساعد الكثير من المشطة ترجمة نانسات الاساس نظر هذه الطريقة الهاتف و اكتبأ في التعالق سأجنه و عجينة بالليل و نجمعها و نجمعها و تلاجة اجنه و تلاجه و اعجنه و اجنه و نصفه تبارك الله هنا كنت تبديد كان طيب شوفي ليه ما شاء الله كيف جاء جمورق ومحلول نهائيا شي حاجه اسميها مع الجن مكيناش كي يجي مقرمل وفي نفس الوقت يعني ارتب ما قدرش نشرح لكم كثير منها ولكن اللي غدي تسالوني انني غنقول لكم اختي جربي جربي ارتب ارتباع ليه في التعاليق يعني انا هنا غنت حتى اي وحده غتجرب هالطريقة بالتدقيق اللي حطيتها في الفيديو ما ينجح معاها اول وحده غتجربه يعني من اول مرة غنجح لك اختي غير جربيه واللي غنت سالك الدعاء تقول لي يا سيري الله يرحم لك الوالدين يا انني انا عار فراسي تشارك سمعكم جميع الاسرار باش ينجح لك الملوي مهم صافي ومن بعد كم دون طيبو في الطريقة ديال الطياب حتى هي مهمة يعني او فقط حطو للمسمنة اولى الملوية في المقر حتى تشمعك تقلبوها ما تخلي وهي حتى تتحمره يعني غير تشمع سوف يتقالبو فيها اه لا يعني جوج ديال جواه حتى يتحمر لكم يعني الملوية ديالكم هذا الشرح بكثير حيث لا يمكننا الوصول لكم الفكرة بما أريد كانت منه من جردت وعجبها و أخبرت فقط شراء أختي كيف يأتي بخطيرة لا يجب عليها من الفكرة اخترام مكين محسن منه طريقة جيدة اخترام مكين مكين اخترام مكين مكين اخترام مكين مكين اخترام ممكن ان اخترام مكين اخترام مكين رابطة في حقا اخترام مكين بعدها اخترام مكين المزمين دعها الكمية بطبق كمشهر من رائعة انا أحبت الماندارين الوصفة الماندارين كمشهر من الماء كمشهر الزيت و نستخدمه جوش بيضات نقاط ماء كمشهر كمشهر و نتعاق و يتطحيه كمشهر دماء نضيف جوش كيسان سميدة رقيقة استعملت سميدة رقيقة خلطة مع الفينو لا تستعملون سميدة رقيقة خلطة مهمة في المجموعة خلطة الخمارات نضيف نصف كمية للمون و نضيف الفران نخرجها جمهة جمهة كرم كريمة فاغل حليب و ناشا و سكر كريمة عادية نضيف الفران غرغ الفران جمهة اضيفه الكلام ايضا بالليمون اضيفه الماء اضيفه الماء يجب أن تصببها بطريقة طريقة لأنه يحمقوا عليها كانت تكديل لهم العادية لم يكن يأكلها لها مني جربت لهم هذه الكريمة لم يكتب عليكم ولو يحمقوا عليها سوف يكتبوا في القطة المدراسة يقولون لدي ماما مديريها الصراحة تعجبهم بسف بسف وأنا أكيدا لجربت لولداتكم مع هذه الكريمة كريمة من الأعلى كريمة من الأعلى كريمة جدا كانت هذه الوصفات اللي قطنت معكم اليوم كانت تمنى أنهم ينالوا إعجابكم وتجربوهم لولداتكم وخصوصا خصوصا هذا الفيديو مخصص كانت تمنى أنكم تجربوه بالنسبة للعنوات اللي كنت ترتي لكم في الفيديو فعلقوا بالهاتش وبيك هذا لأنني كنت كان عاني بلا بيه ما نكتبش عليكم وذا برتاحي من يدرتو كنت كان خاف بززاف لولدي صغور ديما كنت كان مرد معا البال ديما كنلقى وقف في الشرجم يعني كي يحلي يزاج وكي بغي يبدأ يطلب آخر مرة صفي هي في نجل الزوج كاليم صفي دارو وريد جيب لي المعلم يعني ألف درهم بشر كبزو ما شيخ صار الحمد لله شرت بها راحت السلام عليكم خليتكم في أمان الله وحفظه نتلقى إن شاء الله فيديو جديد باي باي